لم تعد الضبابية تغلف أهداف مشاركة دولة الإمارات في الحرب على اليمن بعيد استهدافها العلني لقوات الجيش الوطني في عدن وأبيان الاستهداف الذي راح ضحيته المئات من عناصر الجيش الوطني أتبعته الإمارات باستهداف آخر أبرزته في صورة بيان حاولت من خلاله التبرير لجريمتها المروعة ومعطية الحق لنفسها في تكرار ذلك متى شاءت وبما أن القديم بالجديد يذكر فقد أعاد استهداف مقاتلات الإمارات للجيش الوطني إلى الأذهان غارات أخرى مشابهة استهدفت الجيش في العبر وسرواح ونهم والساحل الغربي راح ضحيتها العدد من قادة الجيش الوطني والتي وصفت حينها بالأخطاء إلا أن بيان الإمارات الأخيرة أماط الكثير عن خفايا تلك الضربات وأمام هذا التوغل الإماراتي الذي استباح دماء اليمنيين جاء البيان الرئاسي هذه المرة منددا بالجريمة المروعة داعيان المملكة العربية السعودية إلى التدخل لوقف هذه الهجمات البيان الرئاسي يؤكد على أن ما تقوم به الإمارات يعد اعتداءا سافرا على الجيش الوطني عمدت خلاله إلى استغلال الظروف التي تمر بها الشرعية لتحقيق أهدافها وفيما تمضي الإمارات وأذرعها المتمثلة بميليشيا الحزام الأمني والمجلس الانتقالي في تنفيذ مشاريعها الساعية إلى تقسيم وتقزيم اليمن لا تغيب خيارات الشرعية في مواجهة ذلك فقط بل ارتأت أكثر إلى رهن قرارها السيادي والمصيري بالسعودية السعودية التي أدمنت الصمت تجاه ما تفعله شقيقتها في اليمن وهي السعودية ذاتها التي لم تدن المجزرة المروعة بحق الجيش حتى الآن